نسخة غريبة، نسخة مسيرة، نسخة فيها مفاجآت، نسخة شرفة الكرة العربية والأفريقية ايه أهم الحاجات اللي اتغيرتوا احنا على بعد 24 ساعة من نهاية قطر 2022؟ أهم حاجات انتوا شايفين ان احنا طلعنا بيها من نسخة المونديال الحالية؟ دكتور محمد رقم واحد انه الفرقات في الكرة ما بقتش موجودة كسابق عهد كل نسخ المونديال السابق رقم اثنين التغير من خلال النتائج قدى لتغير بعض المفاهيم فيما يختص بالجانب الفني بعد 2010 تحديدا بعد فضل المنتخب الاسباني بالمونديال وسيطرت بارشلونة بشكل لعب الاستحواز اللي كان قادر جوارديولا لننفزه ساد في العالم ان الفرق اللي بتسيطر هي الفرق اللي بتقدر انها تصل الى المراحل النهائية من البطولات رحنا البطولة دي لنسخة اللعب المباشر ونسخة الوصول للمرمى بقى اقل عدد من التمريرات ونسخة ان الفرق اللي عارفة امكانياتها بشكل جيد مش بتحاول تطبق طرق لعب بعيدة عن امكانياتها هي اللي وصلت حتى المنتخب الفرنسي نفسه يعني واحد ابرز مرشح في الاربعة قبل ما نبتري مباريات السام الفاينل كان المنتخب الفرنسي فالمنتخب الفرنسي هو المنتخب الوحيد اللي كان مرشح من قبل البطولة ووصل للفاينل بالفعل وصل ازاي بطريقة اللعب المباشر حتى امام المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي صمم على طريقة اللعب المباشر صمم على طريقة دي 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 شان اللي قدر ينجح بيها انه يقرر انجاز ما حصلش قبل كده الا تلات مرات مع منتخب الارجنتين نفسه منتخب ايطاليا منتخب البرازيلي ديائة المنتخب الفرنسي اللي يكرر انه بيصل لنهائي تاني نسخة بعد فوزه باللقب واللي لم يستطع ان يحتفظ بها الا المنتخب الايطالي والبرازيلي فلما توصل للفلسفة دي انه طريقة اللعب المباشر اللعب على امكانيات الفريق مش اللعب بطريقة المدرب بغض النظر على امكانيات الفريق ده غير مفاهم كتير واحنا رايحين للكرة المباشرة بكل حال من الاحوال بعد المنديا